احنا قصاد مشهد بطبيعة الحال اكتر من 110 يومه وقصاد عدوان اسرائيلي على غزة فضلا عن حوار وجدل ونقاش يعني اساسه وقسه هو الاتهام بالتخوين لكل من يناقش الظاهرة او الاحداث او يناقش حماس او يختلف معها ويا ده يدقي بقى لو هاجمها يعني فده يخليني اروح معاك الى السؤال المبدئي حوالين هل بالفعل يمكن ان تكون هناك جماعة دينية تمثل حركة مقاومة بالمعنى الذي نعرفه للمقاومة تحرر وطني مقاومة الاستعمار الاحتلال هل يمكن لفريق ديني منغلق على عقدته وعلى معتقدية يكون قدر على انه يقدم نفسه باعتباره حركة مقاومة ما هو عشان تكون حركة مقاومة لازم تكون حركة وطنية في الاول يعني حركة جامعة لجموع الشعب اللي انت بتتكلم عنه وبعدين في مرحلة تانية بتكون حركة مقاومة كمان لازم يكون عندك اطر تفرق ما بين اخلاق العصر اللي احنا فيه واخلاق العصور الاخرى او المرجعيات الاخرى فاحنا لما نيجي نطبق الكلام ده على الحركات الدينية في عصرنا هنلاقي انه عندهم مشكلة وطنية كبيرة لما بيجوا يتعاملوا مع الفرقاء داخل الوطن ده بداية ولو على حماس يعني من غير اي مواربة فممكن نشوف تاريخهم مع حركة فتح مثلا اقتتال واغتيال ده كان اول اقتتال كبير يعني ويكون على الشاشات ويكون مناصر من بين او وسط جمهور عريض فكان غريب جدا هيرد عليك يا سيد خالد ويقولك طبع الفصائل في الصينية نفسها كان في حرب اخوة كثيرة داخل الفصيل نفسه ويقتلوا بعض ويقتلوا بعض فليه انت بتعتبر انه حماس واقتتالها مع فاتح عدم اعترب الفصائل او موقف ديني او موقف يعني تعاوله على انه غير وطني بينما اللي بيقوله على نفسه موطنيين قتلوا بعض برضه بالزبط منعشان كده قلت لأول مرة يكون مناصر من جمهور كبير يعني انا ميسته بهذا الموضوع يكون بيقدم على شاشات التلفزيون وبين الجمهور اللي المفروض انه هو مناصر القضايا الفصائية على انه لا اللي بيحصل ده كويس جدا وده تنظيف وما الى ذلك النقطة التانية اللي كنا تكلمنا فيها بقى هي المرجعية بتاعت الحركة يعني هل المرجعية مرجعية عصرية اصلي لفظة مقاومة دي استاذ ابراهيم دي لفظة عصرية ما فيش حاجة في القرن الخمستاشر مثلا كان اسمها مقاومة فانت لما بتيجي تاخد لفظة عصرية يبقى انت المفروض ان انت فاهم ايه هو الاطار الاخلاقي اللي اللفظة دي بتدور فيه فمش ممكن اكون بقول مقاومة وانا باستشهد بيه الولاء والبراء او ان انا باستشهد بيه انه الاستحلال استحلال اي فعل ضد ناس بسبب دينهم او بسبب غيره حتى بسبب جنسيتهم يعني بسبب انتماءهم الوطني يعني كلمة مقاومة ما تخلكش ان انت يبقى فيه عندك اثر وغنائم حتى على جيش محتل لكن احنا دلوقتي بنسمع حاجات غريبة يقول لك لا قصي دي مقاومة ويروح الجملة اللي بعدها والمقاوم لا يسأل عما يفعل يا جماعة انت بتخلط خلاص سمي اللي انت عايزه يعني بس بداش بداش لفظة مقاومة وبعد كده ان انت ترجع تباوز مش المقاومة الوطنية بالضرورة تبقى مؤمنة بالوطن طبعا احنا قصاد الجماعة الدينية ايا كانت بقى سمت نفسها لسمته هي معتبرة انه الدين هو الوطن فبرضه كيف يمكن ان نتفهم انها بتقول على نفسها كده وقوة من اليسار والليبراليين ممكن موافقنها على ان الجماعة الدينية دي بتقول على نفسها مقاومة وهو ابي يقول لك المقاومة ويعتب عليك انك انت بتسحب منها هذا التعبيد هو حتى يعني تعالي احب الفت النظر لكلمة بسيطة جدا هو بيقول لك المقاومة وده انا شفته في لبنان وشفته في فلسطين يعني دي الحاجات اللي انا عصرتها كلمة المقاومة هي بألف ولم التعريف هي بداية بتعزل القوى الخارجية وحتى حيث بله في جنوب لبنان كان مشهور يعني انه هو اول ما طلع ابتدى يعزل كل حركات المقاومة الاخرى عشان يبقى هو المقاومة هو يساوي المقاومة اما موضوع الايمان بحدود الوطن بوجود اطار معين للوطن ووجود اخاء وطني معين فده برضو بيبان التناقض لما تيجي تتكلم عن المصلحة الوطنية لكيان اخر حتى ولو كان مجاور لغز فتنتهي الى ان عندك مجموعة من القوى السياسية اللي هي لا تعترف بحدود الوطن ولا المصلحة الوطنية البراجماتية في اي مكان الا حدود وطن فلسطين الا حدود غزة هناك بس يبقى التراب مقدس هناك بس لكن في اي مكان تاني ما الوطن الا تراب عفن لكن هو حتى في غزة